اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين القاء القبض على جوجو المتحولة جنسيا المجنسة جنسية امريكية من قبل القوات البطلة وحاليا في مركز شرطة الصالحية في بغداد القصة الكاملة لعملية القاء القبض على جوجو ضعارة ببغداد وصلت المتحولة جنسي جوجو ضعارة بغداد قادمة من الولايات المتحدة بعد ان ابلغها صديق لها بانه يود رؤيتها بعد علاقة معه عبر التليفون استمرت اشهر وعندما اتفقت جوجو مع صديقها على اللقاء معه يوم امس في فندق المنصور ميلية ببغداد جلست جوجو ربع ساعة وبعدها تفاجأت بوصول قوة امنية طوقتها وامرتها بتسليم هواتفها والخضوع للأوامر لكن جوجو صرخت انا امريكية ولن يستطيع احد القاء القبض علي بهذه السهولة واستمرت بالصراخ اريد السفير الامريكي لكن القوة المكلفة بالقاء القبض استحبتها الى مركز الشرطة القريب بعد ان استسلمت مصادر قريبة من القوة التي القت القبض على جوجو ضعارة كشفت عن جهود كبيرة بوزلت من اجل استدراج جوجو الى العراق لتنفيذ امر القاء القبض عليها وتأمين دخولها من خلال مطار اربيل دون اصدار امر اعتقال لشرطة المطار حيث فضلت الشرطة القاء القبض عليها وهي في بغداد بعد سلسلة من الجرائم التي ارتكبتها جوجو بحق فنانين واعلاميين وشخصيات عامة تمثلت بابتزازهم الكترونيا واستخدامها من قبل اشخاص لتسوية سمعة اخرين والى الان التحقيقات جارية حيث تم الكشف عن مقاطع مصورة وصور كانت جوجو قد ابتزت بها الكثير وسوف توجه لها تهم الابتزاز والتشهير والقزف حسب شكاوي تقدم بها المئات عاشت ايديهم القوات الامنية تحياتي للقوات الباسل اشتركوا في القناة